عجل الظاهر أسفل الشاشة دائما ترأس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون اجتماعا للمجلس الأعلى للأمنة وقرر على إثر ذلك الغلق الفوري للمجال الجوي مع المغرب الغلق هذا يخص كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية الغلق يخص أيضا كل الطائرات التي تحمل رقم تسجيل مغربي القرار جاء بعد استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية المغربية كما ذكر بيان بعد اجتماعي المجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون نذكركم مرة أخرى بالخبر العاجل الظاهر يسفل الشاشة حيث ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن وتقرر خلال هذا الاجتماع الغلق الفوري للمجال الجوي مع المغرب الغلق هذا يخص كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية كما يخص أيضا كل الطائرات التي تحمل رقم تسجيل مغربي القرار هذا وحسب ما جاء في بيان بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن جاء بعد استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية المغربية ترجمة نانسي قنقر